بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الموضوع موضوع الصلح والوساطة الأصول العرفية مجتمعنا الجزائري زاخر بالأمثال والحكم والمؤسسات العرفية التي تتصدى للنزاعات في كامل إقليم البلد في هذه القارة اسمها الجزائر نجد هذه الأعراف تدعو إلى المصالحة وتدعو إلى الصلح والأمثلة تترى لا نحصيها عدادا شرقا غربا شمالا جنوبا وسطا ونكون أي نزاع يقول نروح العقال نروح الجماعة تجمعث عند إخواننا في بن مزاب إعزفن إيروان إمسورضان ثمسيريذين بالنسبة للنساء يعني كل هذا موجود المهم وإن اختلفت العنوين والألفاظ والمباني فالعبرة للمقاصد والمعاني لذلك هذا أمر موجود قائم في مجتمعنا أي نزاع يحصل يقول نروح للإمام وطبعا الإمام يحظى بمقام لا يضاهى إنما جعل الإمام ليؤتم به يأم الناس في صلواتهم ويأم المجتمع أيضا في قضاياهم وأي إنسان يحصل عنده نزاع هذا هو العادة هذه هي العادة مباشرة نروح للشيخ الجامع نروح للإمام وهذا الأمر الحمد لله قائم وموجود في مجتمعنا الجزائري يؤثره إخواننا الأئمة وأخواتنا المرشدات الدينيات كل واحد من موقعه ولابد أن تتضافر جهود الجميع من أجل التخفيف من معاناة الناس في مجال النزاعات ترجمة نانسي قنقر